بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نستكمل العرض بتاع Advantage والDisadvantages of the Robot Configurations الخمس أنواع اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي احنا الأول اللي هو Classification by Robot R Configuration فبنيجي نقول ان احنا عندنا النوع الأولاني اللي هو الكارتيزيون كورنيت والنوع الثاني اللي هو السيلندريكل والثالث اللي هو السكارة والرابع اللي هو السفيركل والخامس اللي هو Revolute هنيجي نقسم بما هي Advantage والDisadvantages بتاعة الأنواع الخمس فلو جيت لنوع الأولاني اللي هو الكارتيزيون واللي من المزايا بتاعتون ده Three Linear Axies Three Linear سهل جدا ما فيش فيه أي مشكلة دي من المزايا بتاعتون انه بتحرك في X, Y و Z Rigid Structure Easy to program offline Linear Axies make for easy mechanical stops بقدر اعمل لها mechanical stop عشان انهي المشوار اللي انا بتحرك فيه نيجي نشوف الDisadvantages بتاعته Can only reach in front of self يبقى إذن فيه أماكن ما بقدر شو صلى Require large floor space for size of work envelope Axies hard to see تعالى النوع التاني اللي هو السلندر كالبي يقولي Two Linear Axies خد بانك بقوا احنا مشينا عشان النقطة دي مهمة انهنا كانو التلاتة دلوقتي ايه Linear اصبع عندي ايه Two Linear One Rotational دي من المزايا بتاعته Can reach all around itself حوالين نفسه Reach and height Axies rigid طول ما انتشغل Linear Axies هتلاقي انهم دايما يبقوا rigid اما لما تدخل في Rotational بتبقى ايه Less rigid اوكي Rotational Axies easy to see الميزة بقى في Rotational Axies انه انا بقدر اعمل له ايه عملية ceiling بسهولة الDisadvantages بتاعته Can't reach above itself Base Rotational Axies is less rigid than linear Axies لانها اصبحت Rotational Linear Axies hard to seal نفس المشكلة اللي كانت فيه اللي هو النوع اللي هو الكارتيزي Won't reach around obstacles طبعا احنا قلنا الريتش بتاعته كانت rigid ولذلك احنا قلنا النوع اللي هو السكارة كان حالة خاصة منه لما عملنا له اللي هي Joint parallel to the floor to the floor سهلت لعمل نفسه بقى يعمل ايه maneuver around the obstacles اللي هو السكارة تعال نشوف السكارة One linear Axies Two Rotational Axies و Two Rotational Axies يبقى احنا احنا تحركنا تلاتة linear و اتنين linear هنا بقى ايه اتنين Rotational واحدة linear بيقول لي Height Axies is rigid لانه الوحيد هو ايه Can't reach around obstacles اللي احنا عملنا له الجوينت اللي هي Barrel to the floor المشاكل بتاعته او الdisadvantages اللي عنده Difficult to program offline طالما بقيت شغال jointed او شغال Rotational يبقى اذا انت ايه بيبقى صعب ان انت تعمل ايه Highly Complex Arm و لسه بقى ده الكمبليكس اكتر اللي ايه اللي هو jointed arm اللي ان التلاتة بيبقوا Rotational تعالى الاسبيشيا الاسفيريكال coordinate robot One Linear Axies Two Rotational Axies Long Horizontal Reach Can't reach around obstacles Generally has short vertical reach اخر نوع اللي هو Revolute او jointed arm jointed robot arm Three Rotating Axies Can reach above or below obstacles Large work area for least floor space Disadvantages Two or four ways to reach point اذا ما شرحتهم لك Elbow up Elbow down Elbow right Elbow left Most complex manipulator ليه لانه most complex اللي اصبح التلاتة Rotational Axies تعالى نشوف الفيديو القادم ده يوضح لي الـ all robot geometries اللي هما الاربع انواع المختلفة فلو جينا نشوف ده ملخص كل الانواع هم الاربعة سواء ان هو كارتيزيان او spherical او cylindrical فبيقول لي ادي الانواع المختلفة spherical وادي jointed robots فلو جيت فلو جيت اللي هم الاول اللي هو rectangle rectangle r اللي او cartesian coordinate x z y ادي التلاتة محاور اللي هو بيتحرك فيهم يسمي three prismatic p يعني prismatic او ال-p prismatic or linear motion شوف هو بيقول لك ايه ادي الحركة بتاعته three linear axes up and down in and out back and forth يباديا ايه الحركة بتاعت اللي هو مين اللي هو النوع الاولاني اللي هو cartesian دلوقتي هنشوف ازاي يرسم لي بالنوع ده اللي هو الworking envelope يبا هو بيعمل الحركة كده يوريني شكل الworking envelope اللي هو هيشتغل فيه شوف دلوقتي طلع علينا الworking envelope اهو على شكل متوازي المستطيلات اللي موجود قدامنا يباقي بالثلاث حركات لو in out up and down back and forth يطلع علي الشكل بتاع اللي هو 3 prismatic geometry او اللي يسمو cardesian cornet او rectangle تعالي النوع التاني اللي هو cylindrical arm geometry قال لك عندك اثنين linier اللي هم x y وبعدين base rotational اللي هو اثنين p شوف هنسمو ايه 2 prismatic و واحدة rotational r to b يعني rotational r يعني rotational and to b lo prismatic شوف ما هو يبقى base rotational up and down up in out in out يعمل الحركة دلوقتي هيديني الشكل اللي هو هيقدر يعمل بي working envelope ده stroke وبعدين ده horizontal اللي هو reach اللي هو in and out وبعدين ادي ال base اللي هي rotational شوف working envelope هيتكون ازاي ده عبارة عن cylinder اللي هو بيتحرك فيه يبقى لما بيعمل up and down و in and out وال base rotational يستطيع ودي اللي هي السيلندر الداخلية اللي احنا قلنا ما يقدرش يوصل للحاجات اللي هي بتبقى موجودة في هذه المنطقة اهو يبقى ده up and down in and out اهو 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 و هكذا ده نجي لنوع الثالث اللي هو السفيريكل احنا قلنا طبعا الاسكار ده special case من السيلندر فانين اي بيقول اي بيقول اي بيقول 2R اتنين روتشنال واحد بريزماتيك ادي البيز روتشنال وادي الشولدر روتشنال وادي الارم اللي هو البرزماتيك او اللي هو الليني شوف بص الحركة بتاعته اهو بيعمل عملية الويلدنج فده الوركينج انفلوب بتاعته بيمكنه من انه ايه يعمل عملية التشغيل اللي احنا شايفينها قدامنا دي تعال بقى نشوف هنا بيقول هيعمل الوركينج انفلوب بتاعته هيكون شكله ازاي انا واحدة اللينيار موشن اللي هي مين اللي هي الريتش شوف الوركينج انفلوب سفركل وورك انفلوب هذا النوع ولذلك بيسموه سفركل لانه بيمشي بهذه الطريقة هذا هو ما يستطيع انه يشكله يبقى كده ده النوع الرابع اللي هو الاسفركل arm geometry اللي هو 2RB 2Rotational B اللي هي البرزماتيك يبقى فضل لنا النوع اللي هو الخير وهو اللي هي الجوينتد arm شوف بقى النوع الخامس اللي هو الجوينتد arm الجوينتد سفركل arm geometry اللي هو articulated ده كله revolute coordinator 3R ثلاثة جوينتد عندي بيعملوا rotational motion شوف شوف الورك envelope بتاعه rotational motion جاي منين من الباز اهو و جاي من الشولدر و جاي من من الالبو ادي rotational motion للروبوت بصفة عامة ايو يوريني الوركينج انفلوب بتاعه ادي الوركينج انفلوب بتاع النوع الخامس يبقى كده النوع رابع طبعا هم هلي اربع لان انا قلت ان السكارة و انا بشرة ده special case من السليندر من السليندر على اساس انه هو الو اللي هي parallel to the floor اللي هي مكنته من اللي يعمل ايه منوفر